موسيقى موسيقى كتاب المقدس وكنا عوزين نتكلم النهاردة عن معنى كلمة مهمة لهي كلمة الخطيئة ماذا تعني كلمة الخطيئة في يوم الايام احد الناس اتقابل مع البابا شنودة وقال له ما هي الخطيئة وما هو معنى الخطيئة ايه هي الخطيئة هل الخطيئة هو المعنى المباشر ان انا بعمل خطيئة معينة كلنا عارفين الخطيئة ان انا بعمل خطيئة باشتم بكذب بحلف اقول اعلى من كده اسرق كل ده نوع من انواع الخطيئة في الحقيقة الخطيئة اساسا هي نوعين او جزئين جزء سلبي وجزء ايجابي الخطيئة بالمعنى ايجابي اللي هي الخطيئة اللي انا بعملها بالفعل خطيئة بعملها فعلا والخطيئة اللي بالمعنى السلبي اللي هي حاجات المفروض كويسة المفروض كنت عملها ومعملتهاش ما صلتش ما حدتش القداس ما صمتش ما رحتش سألت على فلاني اذا كان مريض كنت مفروضة رح اسأل عنه دي درجة من درجات الخطيئة بس احنا بنحطها في الخطيئة بالمعنى السلبي يعني ايه؟ يعني حاجات كنت المفروض انا اعملها ومعملتهاش دي نوع من انه دي خطيئة ايضا الخطيئة الايجابية اللي هي فيه خطيئة بالفعل وفيه خطيئة بالفكر يعني ايه؟ يعني انا ما قتلتش فلان بس انا تمنيتنه الموت انا ما سرقتش بس في الحقيقة لو جتلي الفرصة هعملها سرق انا ما غلطتش مع حد بس لو جتلي الفرصة هغلط وحتى بدون ما تجيني الفرصة انا بزهني اخطيت وده المعنى اللي قاله السيد المسيح في الموعظة على الجبل ما النظر فاشتهى فقد زنى يعني ايه؟ يعني هو قام بالفعل ولكن قام بالفعل في ذهنه او في فكره هو لم يقوم بالفعل بجسده بس هو قام بالفعل في ايه؟ في فكره المجتمع ما بيحسبش الانسان على افكاره لانه ما يقدرش يطلع عليها لكن بيحاسب الانسان على اعماله الله لا هيحاسب الانسان على اعماله وعلى افكاره ودي احد الفروق ما بين المجتمع والمحيط وما بين الله الانسان يستطيع انه هو يغضع المجتمع ويباني انه انسان كويس انسان بار وده كان بيعمل الفرسيين كان يقولوا الناس ليهم يقولوا يا سيدي يا سيدي قال لك ولعلة تطيلون صلواتكم لكن الله كان يعرف القلب فكان عارف قد ايه هم مصابين بحاجة اسمها الكبرياء والافتخار العظمة الكراهية للاخرين احتقار الاخرين كل دية خطايا موجودة جوه الانسان وهيحاسب عليها بالعكس هتفقدوا كمان ابديته تماما زي الناس اللي هيجوا لربنا في الاخر يقولوا يا رب يا رب أليسنا باسمك أخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات هيقول عنهم اذهبوا عني يا ملعين اني لا اعرفكم اذا دولف صنعوا خطايا بلكن صنعوا الخطيئة بالفكر صنعوا خطيئة جواهم ما ظهرتش السيد المسيح لما جيه يعلم الناس حبي يعلمهم ازاي يشيلوا الخطيئة من جزرها ليه اي خطيئة بالفعل الانسان بيقوم بيها هي في الاساس كانت موجودة عنده بالفكر كانت موجودة كشهوة في القلب والشهوة دي مع الوقت ومع وجود الفرصة تحولت الى فعل فالانسان اللي كل هم وجمع الفلوس هو في الحقيقة انسان عنده شهوة اسمها شهوة حب المال الشهوة حب المال المسيطرة عليه دي بتخليه كل هم ان هو يجمع الفلوس حتى لو هيضيع وقت طويل شهوة حب المال دي بتخليه ان هو عاوز يجمع الفلوس حتى لو هياخد حقوق غيره حتى لو هو هيسرق غيره شهوة حب المال بيخليه يكره الاخرين يعني الاخر يتملان الفشل يبقى اتنين رجال اعمال كبار وعندهم مليارات وواحد يزعل انه التاني يكسب طيب ليه انت زعلان لانه ده جمع فلوس اكتر منه فاذا هذه الخطيئة في الاساس بتبدأ كشهوة جوه الانسان كفكرة والفكرة تتحول لشهوة في القلب والشهوة في القلب بداية بعد كده لما تولد زي ما بيقول القديس بيقعوه بتعمل ايه تعمل خطيئة اذا احنا عندنا الخطيئة نوعين نوع ايجابي ونوع سلبي الايجابي اللي هي الخطيئة اللي انا عملتها فعلا والخطيئة اللي انا عملتها فعلا دي تنقسم برضو لنوعين نوع المجتمع يقدر يحسبني عليها زي ما بيحسب المجرمين ده سرق ده أتل ده نهب ده 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 ايا كان ونوع تاني انا عملته بس الناس مش شايفاء انا عملته جوايا انا عملته في ذهني. انا عملته في فكري. انا عملته بس الناس ما شافتنيش وانا بعملوا وقدرتوا ان انا اخفي. ده نوع من انواع برضو الخطايا المباشرة يعني. الخطايا التانية السلبية اللي هي الحاجات اللي انا كنت المفروضة اعملها ومع ما اجتهاش. محدش هيحسبنا عليها طبعا. بس هي خطايا. بر. زي ما يقول كده سيد المسيح اما الروح القدس فماتها جاء هيحاسب الناس يبكت الانسان على ايه? على بر. على خطايا وعلى بر وعلى دينونة. على خطايا انا عملتها فعلا. وعلى بر انا ما عملتوش. خير كنت المفروضة اعمله وما عملتوش. ده برضو درجة من درجات نوع من انواع الخطايا. هنا ما هي الخطايا? فتعريفها او احد التعريفات احد التعريفات اللي هيقول لك الخطايا هي عدم اصابة الهدف. يعني ايه? البابا جف مرة وقال عاوز اقول لكم ايه هي الخطايا? قال له ايه هي الخطايا? قال لهم هاتوا واحد ويخليه يحط تفاحة بعيد وبعدين يمسك سهمه ويحاول ينشن. لو السهم جيه في التفاحة. يبقى السهم ايه? اصاب الهدف. طب ولو ما جاش يبقى لم يصيب ايه? الهدف. وما هو الهدف? الهدف هو الله. فان كل عمل انت عملته وما قدرتش انك انت تتقرب من خلاله الى الله فهو خطايا. اياً كان درجة هذا العمل. طبعا فيه اعمال بشعة. زي القتل والسرقه. وي 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 وي. لانه دي خطيئة من درجة يعني باش صعبة. لانك بتضر نفسك وبالضر للاخر. وفي خطايا زي الخطايا ان انا ما زورتش واحد مريض ايا. ما سمحتش واحد كان اهني في حقني. كان اهني ولا ما سمحتوش. محدش هيحسبني عليك. ده بالعكس. لان لو حكيت للنس الحكاية هيقول له انت عندك حق. لان هو ياما تعامل معك بطريقة صعبة. فدي الخطيئة. اذا كان اي عمل الانسان قد عمله صنعه ولم يقترب من خلاله من الهدف وهو الله فهي دي تعتبر خطيئة. وبالتالي دايما نقول الخطايا التي صنعناها بارادتنا. والخطايا التي صنعناها بغير ارادتنا. الخطايا التي صنعناها بمعرفة والتي صنعناها بغير معرفة. او ما تسمى باسم شبه الخطيئة. بابا كان في المرة برضو اتكلم عن شبه الخطيئة دي. ايه يا شبه الخطيئة? يقول لك احد المرات كان عين جدا في الصعيد. هو كان بيروح الصعيد كثير وهو اسقف للتعليم. فجاله دور برد يعني صعب جدا. جه واحد من الكهنة الكبار في السن هناك في الصعيد. وفي وقتها في الستينات كانت الكهنة الكبار دي يعني ديهم وضعهم يعني جدا يعني. واحترامهم طبعا. والبابا كان سنه مش كبير بالنسبة لهم يعني. فقال الراجل جي يطمئن علي وبعدين وهو جيه لما جي يطمئن مسك سبحة في ايده وعمل لي سبحة عملي يعني يعني يصلي يخبط. قال في الباب يقول كان كل يعني خبطة من خبطات الحبات بتاعت السبحة دي بالنسبة لي انا شكوش بدق في دماغي من التعب اللي انا فيه. فقال دي تعتبر ايه شبه خطي. هو اللي بيصنحها مش عالف ان هو بيصنح حاجة غلط لانه في النهاية بيعمش حاجة غلط. لكن هي ضرتني انا. فتعتبر ايه شبه خطي. اه دي اللي اسمها ايه الخطيه وشبه الخطيه. طيب برضو قصة الخطيه تدخل فيها حاجة مهمة جدا او اللي هي العصرة. دي برضو حاجة حساسة اوي وبتحصل كتير اوي. انا خادم في مدرس الاحد او انا شخصية معروفة في الكنيسة او انا موجود في الكنيسة على طول. ما يصحش مسلا قعد على قهوة. ما يصحش اجران يسمعوني وانا باشتن بالشتايم صعبة. طيب ما انا انسان ودركة الروحية مش عالية. وفي ضغوط علي فغزبا عني اعصاب بتفلت. اه بس انت كده بتكون سبب عصرة لناس تانية ليه? لانو الناس اللي هتسمع هيقولوا اول حاج بصوا وبيروحوا الكنيسة ده احنا حسن منهم. بصوا دول طول النهار في الكنيسة ومخصمين بعض. دول طول النهار في الكنيسة وبيشتموا الشتايم دي. دول طول النهار في الكنيسة ويستدقوا عمر اريبهم ما بيزروهم وهم ما بيزرهم شو فيه خلافات ما بينه. فدي اسمها العصرة. فالعصرة تعطبها النوع من انواع الخطيئة. مش نعمل انواع. طبعا الخطيئة مباشرة. ودي كانت مشكلة قبلة القديس بولوس الرسول كبيرة جدا. المشكلة كانت في عفقته انه كانت في لحوم بتتقدم للأوسان. وبعدين تتباع في المحلات في الجزارات. او كانت لما ييجوا يعزموا الناس كانوا زمان بيعزموا الناس في ولائم. يقول لك نعمل عشوان عشي فيها الناس كلها. فييجي الناس تحضر الولائم دي وايه? وتاكل. فبعض الحاضرين كانوا يعرفين انه هذه اللحوم كانت مسبوحة على اسم واسن. فانقسمت الكنيسة في الوقت ده النوعين. جزء يقول ايه? هو فيه حاجة اسمها واسن? لا. اذا ده وهم. اه. اكل انا بقى برحتي ايه المشكلة? وده كان رأي ايه? سليم. القديس بوليس الرسول ما قال شنو رأيه غلط. ولكن قال ايه? قال لا خدوا بالكم. انه فيه ناس بسيطة ضعيفة في الامان وضمرها بسيط. فلما تلاقيك بتعمل كده هي ايه? تتدايق. تحس انه فيه عمل غلطة عمل. فده اسمه ايه? العصرة. فده ده روع من انواع الخطايا. اللي كتير مجدا من الناس بتعملها وما بتاخدش بالها منها. طيب. نتيجة الخطايا ايه هي? الخطايا اذا كان الهدف الاساسي هو الاقتراب من الله فالخطايا هي معناها عدم اصابة الهدف يعني الابتعاد عن الله. دي النتيجة المباشرة للخطايا. الانفصال بين الله وبين الانسان الذي صنع الخطايا. هي دي اكبر نتيجة صعبة للخطايا. لانه الخطايا بتجلب على الانسان تنزع عنه النعمة. عمل الروح القدس اللي جواه ما يبقاش ظاهر. ما يبقاش بعين. عشان كده قدس برس الرسول الا تطفئوا الروح ولا تحزنوا الروح ولا تقوموا الروح. طب احنا بنقوم ازاي او بنطفئ ازاي? بالخطايا. الخطايا بتعمل حاجز بين الانسان وبين الله. فيبدأ عمل النعمة اللي ربنا عاوز يشتغل معك بيخفط. يضعف. في نفس الوقت بيزداد كبرياء الانسان وتصلفه وتزمره. ويزداد حبه للخطايا. فتتحول الخطايا الى طبع. وعادة. خلاص. هو بالنسبة لي مش مشكلة. عشان كده الناس قتلوا يقولوا ايه? يقولوا اللي العمل جريمة مسكلا اه 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 اعتاد عليها. ده بدأ في الاول انه هو اتل طير او اتل حمامة. وبعدين اعتاد على كده. وبعدين اعتاد على كده. وبعدين ضرب انسان في مرة مهموش. وبعدين موت واحد فعلا. فالخطيط تبدأ صغيرة وتكبر تكبر تكبر. ليه انا ما بسمعش ما بسمعش لصوت الروح القدس جوايا. وما بسمعش لصوت الضمير. ناخد بالنا. انه اي انسان عنده ضمير. اللي هو الصوت اللي وضع الله داخل كل انسان. مش صوت الله. ولكن الصوت اللي وضع الله داخل كل انسان. احنا كمسيحيين كمان عندنا عمل تاني اسمه عمل الروح القدس. فالانسان لما بيكون قريب من ربنا باي درجة يقول لك ده بيخاف ربنا. تلاقي هو الواحد وفيه حاجة بتنهوزه كده. مش مرتح للعمل ده. رغب انه مش غلط يقول لك لا انا مش مرتح للقعدة دي. لا انا مش مرتح للجمل دي. لا انا مش مرتح للمسلسل ده. طيب ما انت بتتفرجش معنى ده. لا لا المناظر دي تعبتني. لا الطريقة دي مش كويسة. لا ده هم بيشتموا كتير. مش لانه هو في حد ذاته الموضوع كله غلط. لا في حاجات معينة هو الواحد وبيعملها كنترول. لا. اعرف انسان مثلا اه شاف برنامج والبرنامج كان بيتكلم عن الالحاد. فالبرنامج تعبه. حس انه فيك الالحاد بدأ يتملك منه. وحس انه النعمة بعد تبيد عنه. فالك لا انا مش هشوف البرنامج دي. هو شخص كبير يعني مش صغير. وشخص بيقرأ يعني مش بالنسبة له يعني مش مؤسر او. لكن حس انه فيه عمل معين. لا انا مش مرتح. فببعد بيت عنه. فبنبعد عن الخطيئة. دي نتائج الخطيئة. هي الابتعاد عن الله. وعندما يبتعد الانسان عن الله تبدأ بقى تصيبه بعض الامراض النفسية. السيكولوجي. انه هو تعبان. مقاريف. خايف. الان. على طول ورا بعضها. عكس خلص الانسان التاني. على الرغم انه نبصل ده نلاقيه انه هو شكله اقل من التاني. التاني اللي مشاكله كتيره. سابت. هادي. متعزي. متقبل. الوضع اللي هو فيه. وده ما عندوش ربع المشاكل. وتلاقيه قلقان. وخايف. ومتدايق. وانا اصل العربية حصل فيها عطل. اصل الشوارع النهاردة كانت زحمة. اصل النهاردة الشغل كده دخل اتنين كده دايقوني شكلهم مشو. يعني تلاقيه كل حتى المشاكل هو بيحكيها مشاكل بسيطة. ما فيهاش اي عقد ولا حاجة. لكن لانه هو مبعيد اساسا وهو قلق اساسا. هو تعبان من جواه. فاللي حاجة تعمله ازمة كبيرة. ده نتيجة الخطيئة. طيب. النقطة العظيمة نتكلم فيها التانية اللي هي النقطة اللي تكلم فيها الكذب المقدس بوضوح في العهد الجديد. اذا كانت هي دية الخطيئة. فما مفهوم الصحيح للفضيلة. يعني ايه هي الفضيلة الحقيقية. الفضيلة اللي هي عكس الخطيئة المباشرة. الانسان زمان ما قبل النموس ما قبل الشريعة كان عنده الضمير الطبيعي الانساني. الطبيعي. واللي قال علي قدس بولس الرسول كل من اخطأ. قبل النموس. فبدون النموس. يدان. لانه هو ما. طيب وهي يدان ليه? هي يدان لانه ربنا اداله ضمير وهو ما استجبش لهذا الضمير. الضمير الانسان الطبيعي. اللي خلى واحد زي يوسف يقولك انا مصنعش هذه الخطيئة. اللي خلى واحد زي ابي مالك. قال لابن ابراهيم. لا انت كنت هتخليني اصنع خطيئة صعبة جدا. كنت تقول على انه 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 الاختي دي امراتك. علشان ما انا لا اصنع الشر. وتجلب علي الشر. فاذا في ضمير طبيعي عند الانسان. هذا الضمير يمنعه من صنع الخطايا. بتقوله انه دي خطأ. واضح. قيين بعد ما اتى الاخوه وربنا عدبه. فقال زنبي اعظم من ان يحتمل. اذا اللي خلى يقول كده اه هو تكشف قدام الله. فاعترف بقى لا انا عملت زنب اعظم من ان يحتمل. في ضمير طبيعي محدوط عند الانسان. ده الدرجة اللي اي انسان اي انسان في الدنيا بيعيش بيها. حتى لو ما عندوش عقيدة وصلت له. يعني القبائل اللي في مجاهل افريقية. او القبائل اللي موجودة عند الامازون في امريكا الجنوبية. الناس دي تقريبا عايشين في القرون الوسطى. يعني ما وصلت لهم مش حتى. كتير منهم مش عايشين هما الحضارة خالص. فدول هايشتغلوا او ماشيين بزي. ماشيين بالضمير الطبيعي اللي ربنا حطوهم. هتلاقي عندهم مباد وعندهم اخلاقيات وعندهم يعني اسس عندهم ماشي. صعيب تختلف شوية لكن عندهم الاساس ده موجود. طيب. نيجي بعد كده الانسان في النموس. الانسان لما جه النموس. لما جهت الشريعة في ايام موسى حددت بقى الخطيئة وانوحها وجزقتها وفسروا بعد كده النموس وحطوا بعد ما فسروا حطوا على الناس حاجة حاجات يعملوها. فقال لك اللي يعمل حاجات دي يبقى هو هيحصل على حاجة اسمها بر النموس. زي ما يقول القدس بوليس الرسول يقولك من جهة البر الذي في النموس بلا عيب. يعني من جهة الحاجات والقوانين اللي انتوا يا هدوا ضعطوها عشان الانسان يسلك فيها انا كنت ايه بلا عيب. بس في مشكلة في النموس ايه هي؟ النموس كان بلا نعمة. يعني ايه؟ يعني انا حاطت قوانين. الكل لازم ينفزه. اه. بس انا مدتش الانسان القدرة على انه هو يمشي في الفضيلة. يعني ايه؟ انا قلت الانسان ما تسرقش. اه. بس مفيش روح قدس جوايا يبكتني قبل ما انا ابدأ السرقة او يوقفني. فالانسان عشان يصنع عشان يعيش صح. كان صعب جدا انه يعيش صح. كان بالنسبة له مشكلة. فكان بينتشر في المجتمع اليهودي او مسيطر عليه الرياء. انه هو ايه؟ يظهر بشكل قدام الناس ويعيش هو بشكل اخر خالص في حياته الشخصية. خالص. قدام الناس بار وبيلبس لبس معين عشان في العلماء العلماء انه مسأله في لبس معين وفي طريقة معينة. وبعدين يحط عصائب على راسه ويحط في عيده برضو عصائب معينة بيعملوها فيها وصايا ويمشي ويعرضها ويكبرها. لكن هو في الحقيقة مش عايشها خاص. ليه مش عايشها؟ لا هو ما عندوش النعم ان هو يعيشها. زي ناس كتيرة في ديانات اخرى. هو بيصلي اه بس بعد ما بيصلي هو مش بيجد نعم. هو الصلاة تحاول معالي ايه؟ فرض. لازم اعادة. اتربيت كده. فتلاقيه لو هو ما عملش كده يبقى منزعج جدا. عمل كده خلاص انتح نفسيا ويعمل اي حاجة بعد كده. مش مش كان. طيب ايه طيب وفين والصلاة? طيب والصلاة ما حاولتش ما اشتغلتش معك ليه؟ لا ماهنا بقى ما عنديش النعمة دي. يعني ما عنديش الحتة دي. لا في المسيح لا فيه نعمة حقيقية. انا لما بصنع او بقوم باي عمل يقربني منه سواء صلاة تناول صوم اراية في الانجيل. لا انا باخد نعمة معينة. انا بحصل على شيء معين. واللي ما بيحصلش على شيء معين يبقى تقريبا فيه تلات حاجات في حياته. يقول له متزمر على حاجة معينة بقوة في حياته. يا اما الكبرية مسيطرة عليه. يا الا في خطيئة معينة مش عارف يخلص منها بقى له فاترة. يعني هتلاقي حاجة من التلاتة دواب. يا تزمر يا خطيئة يا ذات يا عدم تسامح. يعني اربعة من دول. في الا اربعة حاجة من دول. بس مسيطرة عليهم بقوة. فييجي واحد يقول لك اه بس انا مش قادرة انسى ان ربنا سامح لها بالحتة دي. دي بالنسبة له تبقى نقطة واقفة. انا مش عارفة ليه ربنا عمل كده معايا. خلاص دي حياته وقفت. في ناس حياتها وقفت عند تجربة معينة. بيجوا كنيسة. وبيتناول. وناس نشيطة. ولكن عندهم نقطة معينة مش قادرين بصراحة يسمحوا ربنا على انه سامح لهم بيها. خالص. قد تكون فخدا احد الاحباء. قد تكون مرض مزمن. قد تكون ظلم جديد اتعرض له الانسان. قد يكون اي نوع. لكن قد تكون علاقة عاطفية فشلت مع الانسان. وكان يعني هو يعني بان حياته على هذه العلاقة. قد يكون ده كله. فخلاص هو وقفت حياته عند النقطة. بيعمل اه بيعمل اه بس هو فيه حتة في قلبه فيها مشكلة وما تصلحتش. فما بيحسش بنفس الدرجة بتاعة النعمة. بياخد شيء لكن ما بيحسش بنفس الدرجة. طيب. فده كانت مشكلة النموس. انه النموس وقف عند درجة معينة. درجة ايه? ادي قانون تنفزه. طيب. انا لما نفزه هاخد ايه? اه انت لما تاخد نفزه بقى هتبقى مع ربنا وهتوصل وتبقى كويس. طيب انا عاوز نعمة. انا عاوز بركة. انا عاوز احساس بالهدوء مبين وبين نفسي. انا عاوز سلام. انا عاوز فرح. انا عاوز سمرة الروح القدس اللي تكلم عنها القدس بلسة يقول لا دي ما ادرش ادهالك لانه دي يجي المسيح بقى هو اللي يدهالك. انا مقدرش ادهالك. انا كل اللي ادهولك اديك وصية تنفزها. لكن اديك علشان انت تمشي وتاخد نعمة وربنا يغير لك حياتك وتحس ببركة في حياة الدنيا. لا 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 دي مش عندنا. مقدرش ادهالك. استنى عمل الخلاص. مازال ما بين الانسان وبين الله الخطيئة موجودة ومنتظرة للوفران اللي هيتم بالصليب. فما يقدرش عمل النعمة او العمل الالهي يشتغل مع الانسان. لانه ما زال في خطيئة ما بين الانسان وبين الله. ما فين في حاجز متوسط لازم الاول يهدم علشان اقدر انا بعد كده اغير الموضوع. لما انتشرت اليهود بقى المجتمع اليهودي كله مجتمع مرائي كله يهمه التقوص الناموسية والزبائح والاحتفال بالاعياد. وبس لكن هو في حياته الداخل الحقيقية كان كان بيسرق وكانوا بيغلطوا كتير. جي بعد كده عصر الانبياء. عشان كده حتى الانجيلي يقولك الناموس والانبياء. الانبياء يصحوا الناس. يعني لما نقرأ كده صح الاولاني بتاع الشعية. يقولك لا لا لا. انا مش عاوز زبائحكم. لا. ما تقربوش زبائح. ولا الاعياد. انا بقيتش اطيق هذه الزبائح. ولا مش عاوز هذه الاعياد. ليه يا رب? ليه يا رب? لانه كنتوا في الحقيقة اهتميتوا بالشكل وسبتوا لايه? الجوهر. انتوا بقيتوا كل اللي يهمكم تروحوا وتعملوا زبيحة. لكن بعد كده بعد ما تسيبوا الهيكل تعملوا الخطايا وتظلموا بعضه وتعملوا حاجات كثيرة غلط. فلا انا مش عاوز تقوص بس. التقوص دي كان غرضها اساسي ان كنتوا تقربوا عشان تغيروا حياتكم. لكن لو تحولت هي في حد ذاتها اللي هدف. وبعد كده كل واحد يعمل هو يروح يقدم الزبيحة وبعد كده يقول لك ايه اعمل لانا عاوزه يبقى انت كده ايه? لا انت غلط. فجه العصر الانبياء. الانبياء جمع علشان يخبطوا بقوة على ابواب قلوب الناس ويقول لهم لا اصحوا ارجعوا مرة تاني. مش مش التقوص فقط والنموس بس هو اللي انتو محتاجينه. لا انتو محتاجين انو حياتكم الداخلية نفسها تتغير. ولذلك دخل في عصر الانبياء. الانبياء دخلوا في مشاكل مع الشعب. زي ما عمل ارمية. فضل. ارمية مدة نبوته حوالي اكتر من خمسين سنة. فضل في مشاكل بينه وبين الشعب اليهود. انتو ماشيين غلط وربنا هيسلمكم لبابل. هم يقولوا له لا احنا ربنا وعدنا ان احنا هننتصر عليهم. سلموا ليهم نفسكم علشان ما تتحرقوش وما تتضمروش واتفعوا ليهم فلوس وما تحربهمش. لا ده ربنا واقف معنا وهيحرب معنا. ربنا ساب كم من زمان عشان انتو بتعملوا كزا وبتعملوا كزا وبتعملوا كزا. ما سمعوش لارمية لدرجة ان هم راحوا حطوه في ايه? في حم الطين في سجن في حفرة فيها طين كده ورمو فيها علشان يبطل يتكل. وتغير والكلام ارمية في النهاية هو اللي تنفز ودخل نبوه خزنصر وحرق الهيكل وخد كل الاواني بتاعته ونقلها الى الى باب العقا عقوبة ليهم لان هم لم يسمعوا لكلام واحد زي ايه? زي ارمية النبي. هتلاقوا اشعية النبي بيقول نفس الكلام في الاسحاح الاول. في اشعية في الاسحاح الاول. ان كانت خطاياكم كالقرمز كالقرمز فتبيض كالايه? كسر. ان كانت حمراء كالدودي فتبيض. ازا اه اه اذو قال الحمار يعرف ما علفه والسور يعرف قني والحمار يعرف ما علفه. اما اسرائيل فلا يعرفني ما يعرفنيش. فبلا يبقى فيه تبكيت شديد جدا للانبياء بيبكتوا بشدة الشعب اليهودي على انهم تركوا الغرض الرئيسي بتاع النموس واهتموا بايه? بالشكل بتاعه فقط. طيب نيجي بعد كده احنا تكلم عن النموس وتكلم عن الانبياء وبعد كده الرسول بولس قال انه لا النموس ولا الانبياء ولا البر اللي في النموس يقدر يخلص لان. يعني ايه البر اللي في النموس? يعني اعمال النموس. ودين نونة طالحة بنختلف فيها مع اخواتنا البرستان. القديس بولس الرسول لما كان بيهاجم كان بيهاجم اعمال اعمال النموس. او كان بيهاجم الاعمال اللي بدون ايمان. مش بينكر دور الاعمال. ليه? اي انسان ايمانه ايمان حقيقي اعماله هتبقى اعمالك برا. ده الشياطين ايضا يؤمنون ويقشعرون. لكن ايه الفايدة بتاع ايمانهم? هي ايمانهم ده هيخلصهم? لا مش هيخلصهم. في ناس كتيرة جدا مؤمنة بالله ايمان عقلي حقيقي. مية في المية. الله موجود موجود. المسيح جيه فدنا جيه مسيحه فدنا انا مؤمن بكده اه. لكن ما بعملش اي حاجة كويس. انا مش قريب منه خالص. انا بعمل عكس خالص كل التعليم اللي هو ايه? بيعملها. ولذلك الايمان في ايمان عملي وفي ايمان ايه? نظري. القديس ايه ابونا ابراهيم امن ابراهيم فحسب له برا. اه. بس ايمان ابراهيم خلاه ايه? خلاه لم ربنا قال له اترك اهلك وعشيرتك وبيت ابيك وازهب الى الارض اللي لازه قولك الا شال ومشي. قدم ابنك قدم ابنه. اعمل كذا بعمل كذا. اذا ايمانه اقترن باعمال. واذا الايمان بدون اعمال هو ميت ايه? في ذاته. ما دوش تأثير او قدوة على الخلاص. لانه في ناس كتير عندهم ايمان نظري بحت. لكن مش. ما فيوش تأثير قوي. الايمان القوي بيغير الانسان من جوه. فنظريته الحياة بتختلف. ايمانه مسلا بالحياة الاخرى. بيخليه بي بي ما بيخلهوش مهتم قوي بالدنيا ومتمسك بيها. ما بيخلهوش ابدا ان هو يكره الناس. يخليه يسامح بسرعة. اذا الايمان بيبقى الايمان الحقيقي بيبقى ليه تأثير على سلوك الانسان. لكن احنا ساعات بنمسك في الموضوع او اخواتنا البرستان تيمسكوا في الموضوع ده. خصوصا في رسالة روميا ورسالة غلطية ويتكلموا عن الايمان. طبعا في رسالة روميا هنتكلم في اسححات كاملة. عندنا الاسححة التالت والرابع والخامس. بالكامل كده بيتكلم في الجزئية دي. ويمكن طلع منها كمية ايات عن اهمية الايمان. وانه الاعمال ملهاش دور كبيرة جدا. المقصود. قديس برسال الرسول كان بيخاطب مين? كان بيخاطب اليهود. فبيقولهم ما تتمسكوش باعمال النموس. مش النموس مش انتم مفهمكم غلط. انتم مفهمكم مش مزبوط. مش اعمال النموس اللي هتخلصكم امنا الايمان بالمسيح هو والله هيخلصك. مش ان انت تتمسك ببر النموس يعني بر النموس يعني الاعمال اللي في النموس المفهوط تعملها كلها تعملها. لا ان اللي هيخلصك هو بر المسيح. فهو كان عاوز يفهمهم يخرجهم عن تمسكهم بالديانة اليهودية علشان يبدأوا يفعلا يؤمنوا بطريقة سليمة بالمسيح ويفهمهم انه لا الديانة بتاعتكم مش هتخلصكم. وهو قال كب. وكان بيتكلم كراجل يهودي فريسي فكان بيقولهم انا انا عشت انا بقى عايش في الموضوع انا راجل فريسي ابني فريسي يعني وارده كان فريسي وهو فريسي من صبت بن يمين من جهة البر نزف النموس بلا عيب من جهة اسرائيلي من. كلام ده قالوا في فليب بالتفصيل. من جهة الغيرة مطهد للكنيسة يعني من جهة الغيرة على النموس وعلى الديانة اليهودية انا اضطهدت الكنيسة وبهدلت الدنيا يعني. فعاوز يقول لهم ايه? ما فيش واحد متعصب قدي. او 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 انا من اكتر الناس تشدد. انا من اكتر الناس اللي درست النموس. انا اتربيت عند اقدام غمالائيل في اوروشاليم مؤدبا بالنموس. مؤدبا بالنموس الابوي. يعني عشت كا اكتر اليهود تشددا. فما تجيش انت يهود اتعلمني وتقول لي النموس هيخلصني. لا لا ما ينفعش لان انا انا عشت العيشة دي مش عيشتها بس. ده انا عشتها بعمقه. فانا درست وعملت وفعلت. وكنت ايضا اصنع الخطيئة بالفكر. عشان كده في الرمية سبع بيتكلم انه النموس محررش اراتي. محررش غريزي ولا رغباتي. بل بالعكس ده عمل مشكلة. ان هو ايه? اصار هذه الرغبات والشهوات. ليه? لانه النموس قال للناس ايه? ما تعملوش كزا ما تعملوش كزا ما تعملوش كزا. في بعض الخطايا موجودة في النموس الناس ما كانتش تعرفها. مين اللي عرفها لهم? النموس. فكانت بعض الافراد وبعض القبائل في بعض المجتمعات. ما تعرفش انه ده بيحسن. وده في بعض الناس قالتها. قلت لقى احنا ما كناش نعرف انه ده غلط وده. ما كناش نعرف انه دي موجودة. وربنا قال ما تعملوش كزا. هو كزا دي فيه ناس بتعملها اه. فيبدأ ان نسؤوله هو ايه كزا دي? فاذا بدأت الخطيئة تاخد فرصة بالنموس. يعني بدأت الناس تتعرف على بعض الخطيئة ما كانتش عارفها قبل كده عن طريق النموس. فاصارت الايه? الشهوة. مش لانه النموس بالسرسول الكب. ده صالح على كل حال. ولكن بدون نعمة اصبح انه مستقل على الانسان. مش مخلص للانسان. فدي الفضيلة. الفضيلة الحقيقية لازم تقترن كلمة كده بالمسيح يسوع. ولو عدينا كلمة بالمسيح يسوع او بيسوع المسيح ربنا هنلاقيها مكررة في تقريبا معظم كاسحات القديس برس الرسول. يعني درجة انه في احد الاسحات في الرومية موجودة مرتين. يعطيك بالمسيح يسوع ربنا. او بيسوع المسيح ربنا. او في المسيح يسوع ربنا. الفضيلة الحقيقية لازم تبقى مقترنة بايمان حقيقي. وده الفرق ما بيننا وما بين الناس اللي بتصنع الفضيلة وهم مش مؤمنين خالص مش مسيحيين. هما ايضا يصنعون البر ويصنعون الفضيلة ما عندهمش مشكلة. هما بيعملوا كويس حاجات كويس. هو الضمير بتاعه الانساني مربينه على كتر. لا ما تسرقشي. لا ما تقتلشي. لا ما تحلفشي. لا ما تعملش كزا. لا ما تعملش كزا. الضمير الانساني الطبيعي. ولكن هذه الفضيلة بدون الاقتران بالايمان بعمل المسيح الخلاصي بالتجسد وبالفداء هتصبح ليس لها قيمة. احنا قلنا انه في نوعين من الاعمال ليس لهم قيمة. اعمال النموس اللي هي الاعمال الموجودة في الشريعة تقديم الزبايح والاحتفال بالاعياد وتقديم الكل دي وتقديم الختان واعمال التطهير بانواحها دي اعمال مرفوضة. الاعمال التانية الاعمال الحلوة للناس بتقدمها زي الناس اللي بتفتحها جمعيات خيرية وناس عاملة اعمال حلوة. بس بدون ايمان بالمسيح. فالاعمال بدون الايمان ليس لها قيمة. دي انه عين من الاعمال اللي مش بيخلصه الانسان. لكن العمل الذي يقترن بالايمان بالمسيح وعمل الخلاصي. الاعمال هذه تخلص الانسان. دي مقترنة بدي. طولت عليكم وقطلت عليكم. والموضوع ما فيوش لا قصة ولا فيه آية ولا فيه موضوع كده. معلش اخطيت. معلش انا اسف. سديني دي حتة انا ابحث فيه. معناها اللغة وايه? الفرق من الاسم والخطيئة. هشوف دي معناها ايه? حاضر. لانه فعلا دي حاجة دي طبعا حاجة. فانا بدل ما ايه? اتكلم كلام الافتاء. لا طبعا افحص عنها حاضر. في حاجة تانية. وبنبريد في حياتكم. لكم بالنعمة وحافظ عليكم. نتفضل نصلي. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة